موسيقى فيه شركة من الشركات انا بتعامل معها في مكرها في الشارع الشاشيني في فصل اخدت عربية وانتكلت على الله وكانت الساعة عشرة وربع بالزبط من موقع الحادث وجدت ملتسكل مسرع جدا بنزلك على الارض انا اعتقدت ان هي حادث او ناس تزحلائت فطرت ان انا اهدي من سرعة العربية عشان ما اصبهمش ولا حاجة لكن بعد ثواني وجدت ان فيه المرأة بتجري بتصرخ وتتعلق بالشنطة اللي هم مبسكين بيها بشدة وهي في نفس الوقت كانت متعلقة بيها بشكل غير طبيعي وكأن فيها رحة يعني في الشنطة دي ساعتها قررت في لحظة ان انا لازم اساعدها ما اقدرش ان انا اشوف واحدة بيدلعدها بس اتركها دخلت بسرعة جداكل بزاوية بحيس ان هم نقفل عليهم الطريق خالص هم واجدوا ان انا يعني عفلت الطريق فحاولوا ان هم يستخلصوا المستقل المتساكل مني ويهربوا وامتنى كابس بقوة اكتر على العربية في المتساكل فالولد لازم يكون ايكا ان انا مش اسيبه يا دوب انا حرج بفتح الباب وبنزله كان اخرج الفارد الخطوس واطلقه علي انا طولي على الشاشة مبارك كان لهدف واحد ان اوصل رسالة شكر بيش اوصل اي حاجة تانية لان انا اشعرت ان فعلا الدولة واقفة جنبي واقفة يعني مفاجأة بالنسبة لي حقيقة يعني لان انا كنت معتاك ان انا ممكن اكمي مهمة وهترمي زي ما حصل في بادي الامر لكن حضور سيادة العقيد عماد الهواري بتكلف من سيادة الوزير شخصيا واخذي بسيارة الاسعاف مباشرة للمستشفى الشرطة ده رفع من روحي المعنوية جدا وسبب حالة من السعادة الشديدة جدا الاهلي واصلتي ويعني القيمين على خدمة ابني الحمد لله رب العالمين وفيها برضو ابطال يعني جوه والله هم يعني ريحوا قلبي كمان قالولي شوفي احنا يا ام احنا عاملين ازاي وابنك يعني بطل زينا وربنا يكرمهم كلهم يشفيهم جميعا يا رب لما عرفت بالخبر يا حاجة ربنا هو اللي عالم يادني كان شكل ايه طبعا ما بقتش انا بقت اه امي بقى بتصوت وبالطم على وشي لما رحت المستشفى هم بخرجينه بالاسعاف وصد الاسعاف انا نهارت بقى محتاسين ولادي في انا لما عرفت الخبر ايه اول حاجة جي في دماغك انك يتفكر في ايه هم قالولي قالولي جاء ابني كتصفي عينه على بار ما رحت الاصر العاني وبشوبه وهم خرجينه من الاصر من الاسعاف قلتولهم انا ابني مات انا ابني مات وبقيت اصوي راح هو قاللي انا كويس يا امي انا كويس يا امي قلتوله طب يا حبيب الحمد لله الحمد لله يا ابني يعني اتمنت انه هو عرف صوتي وكلمني يا رب يا ابني باركني فيه